يوم ثم رئيس الدولة تقريباً هارين 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 موعمل مفاجأة يوم من رفضه بتاتاً للحوار وتحوير الوزاري اليوم ثم مبادرة متروحة هو تحوير التحوير وعدم عرضه على البرلمان وصاتم النوردين التبو بلقاء بشامل مشيشي لقاء برشد غنوشي لقاءات بشخصيات سياسية من أجل حالة ربما الأزمة السياسية في هذا التوجه شنوريك ربما في هذه المبادرة اللي خرجت هارين 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 رئيس الجمهورية هو نفسه لا تنتظر منه أن يتغير مثقال حبة من خردل هو فقط يتقلب على جنبيه مرة على الجنب الأيمن ومرة على الجنب الأيسر لا أكثر لكن ما ترشل ربما هذه السبيل للخروج من الأزمة السياسية وأنه نفعله لا 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 أنا أستبعد ذلك تماماً لأنك عندما تستمع إلى مضمون وجوهر هذا الخطاب لا شنجيه الخطاب طبعاً بعدها طبعاً نحن ندرس مواقفه من خلال من خلال خطاباته ومن خلال تصريحاته ستجد أنه في النهاية لم يتزحزح قيد أنم له نفس المفاهيم الخاصة به لكل شيء لكل شيء ما زال يعيش في نفس الأجواء الأجواء المغلقة أجواء الشنفرة وداحس والغبراء ونفس أجواء الستينات وخلي السلاح صاحي وتلك العقلية أن الآخرين متآمرون وخونا وأنذال ومجرمون ويجب أن لا حوار معهم يجب أن نتخلص منهم وكل ذلك الكلام والتهديد باللحظة المناسبة حتى الحوار هو يريد حوارات تؤدي للاتفاق على شكل من أشكال الحوار الحوار الذي يبدو أنه هنا حوار اللجانة الشعبية كي نتفق على شكل من أشكال الحوار وهذا الحوار حول مضامين أنا أحددها ولكن دون أن أبين وأفصل فيها فأقول فقط الأطراف الوطنية هي التي ستشارك بأي مقياس هذه الأطراف الوطنية وبأي معايير لا نعرف شيئا منها في موقفكم اليوم الموقف أنت على رئيس الجمهورية موقف دستوري سعى بلتيف وقتاً يقول أنه تحوير الوزاري ما يتعداش على البرلمان هذا يا في الدستور ما تذكرش سما سكت عن التحويرات الوزارية وتكلم به نظام داخلي فقط معناها هي قراءة دستورية هذا غريب أترى ما يحصل في تونس الآن صرنا عملية تتويه تتويه للفكرة وللحقيقة ولكي نصل إلى اقتناع أنه لا توجد حقيقة في أي شيء لا توجد حقيقة في لا مكان في أي مكان كل شيء نسبي وكل شيء هو وجهة نظر حتى خرق الدستور عندما يسكت الدستور عن أمر كهذا ويتحدث عنه النظام الداخلي وتتواتر التجارب قبل ذلك لمدة عشر سنوات فهل هذا يعني أنه نلغي ونعطي الحكومة لنقول أن هذا الأمر غير دستوري هذا أمر خارج العقل خارج العقل وخارج ولكن رئيس الجمهورية جرنا إلى أشياء مثل مسألة المشاورات بدعة المشاورات بالأوراق في السناديق فسيخرجوا هناك مثل مسألة إمضاء القوانين مثل مسألة رد القانون في المرة الثانية وبعد المصادقة عليه يخرجون بتقليعة يذهبون للطعن فيه وبعد ذلك لا يمضيه رئيس الدولة حتى هذه الخرق الفاضح الواضح سيخرج من يقول هناك قراءة وهناك تأويل فالغاية من هذا كله قتل الحقيقة لا توجد حقيقة لا سياسية ولا دستورية ولا أي شيء وهذا ما ينجحون فيه جعلوا كل هذه الخرقات والجرائم وجهات نظر نتناقش فيها منذ أكثر من عامين رئيس الجمهورية لم يتغير حسب رأيه في كل ما أبداه قيد أنمولة تعتبرون ربما هذه مناورة من رئيس الجمهورية ليست مناورة إنما هو متقلب بطبعه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن قبوله الحوار ثم بعد ذلك ينقلب ويطلق صواريخه الخطابية في اجتماع يليه ثم يرتد عن كل شيء ليست المرة الأولى ونعرف التجربة السابقة مع الطبوب وكيف أنه القطيعة التي دامت أكثر ثم اليوم عندما يدعو يتحدث عن مقاومة الفساد ثم يدعو الفخفاخ والشاهد على الأقل مشتبهين بالفساد كغيرهما أنا لست قاضيا لأقول إنه إنهما فاسدان مشتبهان ولديهما قضايا مرفوعة ومن منظمات المجتمع المدني مشتبهان كغيرهما فعن أي حديث عن الفساد تتحدث يتحدث عن أنه الوحدة الوطنية ووحدة الصف ثم إنه يقصي البرلمان ورئيس البرلمان رئيس البرلمان لاحظ هو لا يعترف به ولم يستقبله منذ أكثر من خمسة أشهر فهذا غريب جدا حتى في التفاعل رئيس لا يتحاور لا يستمع عندما يستدعي هؤلاء ولسه أعرف بأي صفة استدعى رؤساء حكومات هناك مؤسسة اسمها رؤساء حكومات السابقين لديك رؤساء أحزاب وأحزاب ونواب وممثلون لهذا المنتظم السياسي وتستدعي من تشاء لحظة أنت تعرف أنه رئيس الجمهوري لا فضل رئيس الجمهورية تعرفون ما يمونش بالمنظومة الحزبية وحتى بلاغ رئيس الجمهورية لا لا هو يؤمن بمجمع الحزبية خاصة واقتل استقبل المجموعات ويقول أنه لم يتم توجيه الدعوة بناء على انتماء الحزب لا لا هو يؤمن بمنظومة حزبية خاصة بحذائه الحزبي بحذائه الحزبي فقط التيار والشعب أليس من الأحزاب هل هما من الفرق اللاهوتية من الأحزاب لكنه يؤمن بأحزاب أحزاب وظيفية أحزاب تخدم أجنداته التي يستند عليها في مشروعه هذا الهلامي ثم الطرح الذي يطرحه اليوم في خطاب اليوم حوار من أجل ماذا بعد كل تلك الشروط وبعد أن نستفرغ ونفرغ الخطاب من الحشو والثرثرة المعتادة ستخرج بأمرين نريد هناك أولا شروط مسبقة نريد تغيير النظام السياسي تنقيح الدستور يريد تعديل الدستور لست أدري أحيانا هل فعلا هو أستاذ للقانون الدستوري الفصل مئة واربعة واربعين لا عنده ديما قراءته الخاصة به لا توجد قراءة خاصة لا توجد قراءة خاصة توجد لغة عربية واحدة الفصل مئة واربعة واربعون ماذا يقول كل مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لأبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسب ما هو مقرر بهذا الدستور فالشرط المؤسس لتعديل الدستور هو المحكمة الدستورية التي يغلق دونها الباب سهلة عبدالتيف هذه سهلة الخراءة سهلة هو الأول الوحيد للدستور وقال بكي مضاي في المستير إذن كل هذا حديث مثل ما يقال بالدرجة حديث غايب شطرة نعم